اشتركوا في القناة توالت ردود الافعال الدولية والمحلية وتتابعت البيانات التي تشرح القضية وتوضحها بكل وضوح واختصار المملكة العربية السعودية وعبر وزارة خارجيتها مع وزارة خارجية الامارات اصدرت بيانا حددتا فيه معالم التحرك وعلى رأسه دعم شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي والوحدة اليمنية وامن واستقرار اليمن وحددتا ايضا ان البوصلة ستتوجه مباشرة لمواجهة الميليشيات الحوثية ولا يمكن السماع لها بالانحراب كما وجهت ايضا وزارة الدفاع اليمنية وقيادة الجيش نداء لكل الجهات والعناصر التي ما زالت تراغن على التمردات ودعم القارج عليها ان تفوق وعليها ان تستفيد من الدرس وتعود سريعا الى احضان الدولة ورحبت الشرعية ووزارة الدفاع بالالوية والمجامع التي اعلنت انضمامها للشرعية وتخليها عن التمردين وداعميهم وطالبت ايضا بان يتم استيعابهم ويعادة توزيعهم في اطار الجيش الوطني والامن الوزارة الداخلية اليمنية والخارجية اليمنية كانت قد دعت الى ايقاف تمويل اي جماعة ارهابية او اي جماعة ميليشاوية تشكلت خارج نطاق الجيش والامن دعت الى ايقاف عملية التسليح والتمويل ودعت ايضا الى اعادة ترتيب المشهد بما يتوافق مع طبيعة دعم الشرعية واهدافه اذا الوضع مشاهدين الكرام ميدانيا يعتبروا في حكم السيطرة الكاملة على محافظة الشبوى بل هناك اعلان للسيطرة الكاملة وليس بحكم السيطرة والتوجه مباشرة نحو ابيان ابيان الويتها هي التي تحركت اليوم واعلنت لواء منها كان ينتسب لمسمى الحزام الامن انضمام الشرعية ابيان ستعود وستعود معها عدن دعوة التحالف لايقاف اطلاق النار والذهاب نحوار سريع ربما تتم ويكون خلال الساعات او الايام القادمة وهذه الدعوة لاقت ترحيبا من الحكومة الشرعية اليوم مشاهدنا الاعزاء سنصلط الضوء على مستجدات المعارك والاحداث معارك التطهير والاخماد للتمرد الذي قادته ميليشيات الانتقالي والمدعومة من الامارات والتي تسببت في هذه الفوضى كلها في المناطق المحررة وطردت الشرعية ومؤسسات الدولة من عدن سنناقش هذه التفاصيل وغيرها في ضوء المواقع الميدانية الواقع الميداني والخطابات والبيانات السياسية مع ضيفي اولا هنا في الاستوديو الشيخ محمد عريق العولقي احد وجهاء محافظة الشبوة الشيخ محمد اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك تحية لك ونحن سعيدين انكم معنا اليوم من خلالك ومن خلال ضيوفنا حقيقة الذين سيكونون معنا عبر الهاتف من داخل شبوة سنستقد المستجدات ونستطلعها وكذلك مع ضيوفنا السياسيين سنناقش معطيات البيانات المطروحة في قراءة للمشهد وتطوراته قبل ان نبدأ سويا سنتابع هذا التقرير الذي اعده الزميل فؤاد فارس مشكورا من شب نار الحرب في شبوة اكتوا بلهبية فشبوة التي تصدى ابناؤها للمؤامرات ابهرت الجميع وهي تلقي عصى حزمها فاذا هي تلقف سحر من كادوا لها قاد ابناء شبوة معركة الدفاع عن محافظاتهم في اطار الدفاع عن الدولة والوطن فمضت المعركة في تسارع اعلنت معه قوات الجيش الوطني صباح اليوم استكمال تحرير المحافظة بعد استعادة عزان وحبان وصولا الى بالحاف معركة لخص محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو مجرياتها ونتائجها بالقول شبوة تكسب الرهان وتسقط انقلابا رديفا ميليشيات الحوثي قامت به ميليشيات المجلس الانتقالي بدعم كامل من الامارات الاشارة لفشل الرهان تكررت في صحيفة عكاض السعودية والتي اكدت ان ملحمة شبوة برهنت ان الرهان على الغاء الشرعية اليمنية رهان خاسر انتصار شبوة لمشروع الدولة والوطن الكبير انتصار التقى التعبيرات اليمنيين المحدفية به عند نقطة التأكيد على بقائه معلقا بمدى المضي فيه حتى النهاية ووفقا لكتابات كثيرين فتجربة اليمنيين مع ميليشيا الحوثيين تؤكد انه لا اخطر من عدم مواجهة الانقلاب من البداية الا التوقف في منتصف مشوار الانتصار عليه تخوفات ايدها البعض بمحتوى بيان ميليشيات الانتقالي اليوم فالبيان الذي كان مفترضا ان يأتي بيان اعلان للانسحاب من كل المدن وفي المقدمة عدن وتسليم الاسلحة للدولة جاء بدلا من ذلك بيانا اخر من بيانات الحرب التي تخوضها ميليشيا الانتقالي ضد ابناء المحافظات الجنوبية فبيان ميليشيا الانتقالي الذي لم يكن ليصدر بدون رضا الداعمين اضاف للتحدي الوارد في فقرة الالتزام بدعم قوات النخبة الشبوانية وتعزيزها بكل الوسائل فقرة اخرى اكثر تبجحا وزيفا اذ دعا بيان ميليشيا الانتقالي في فقرته الرابعة بوضوح لترك قتال الحوثيين والتوجه لقتال الحكومة اليمنية في المحافظات الجنوبية وضوح قاتل تساءل معه يمنيون اذا كانت هذه صياغة بيانات الميليشيا وهي تتلقى الهزائم على يد الجيش الوطني وابناء المحافظات الجنوبية فكيف ستغدو بياناتها وتحركاتها ان منحت الفرصة لالتقاط انفاسها واحكام قبضاتها اكثر على العاصمة المعقة وهل سيكون معقولا او مقبولا اصلا ان تقع الشرعية في الفخ ذاته هذه المرة شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير ومجدد ترحب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو احد وجهاء محافظات شبوة والناشط ايضا السياسي الشيخ محمد عريق العولقي مجدد ترحب بكم شيخ محمد اهلا وسهلا شبوة اعلنت انتهاء واخماد التمرد الذي نقلته الميليشيات التي سمح لها ان تتمركز يوما ما في تلك المحافظة ووصلت القوات الشرعية الى ميناء بالحاف حيث كانت تتواجد هذه العناصر وتتمسك بعرقلة عمليات تصدير النفط والغاد اجمالا حدثنا عن كيف سارت المعركة والى اين وصل اولا نحيي السادة المشاهدين ونحيي ابناء شبوة بشكل عام والوطن عموما ونخص الجنوب بشكل عام ليس هناك انتصار نقول في شبوة بل هناك اعادة الاعتبار للقضية الجنوبية وتصويب المسار الصحيح للقضية الجنوبية المجلس الانتقالي كانت له اهداف للأسف واحتكار العمل السياسي والعسكري لذاته وقد تسبب في كثير من عجز الحكومة وكذلك انعطافه لشخص معينة نصحناها وتكلمنا معهم ان القضية الجنوبية كبيرة بحجمها وان هناك تدخل من التحالف العربي وهناك شرعية لرئيس الجمهورية او للشرعية بكاملها وهناك وحدة سياسية تقوم عليها الحرب الحرب هي حرب التحالف وحرب مشروع عربي ولكن للأسف لم يتعظ في كثير من جوانبه نحن من هنا نتكلم ونقول ان القضية الجنوبية قضية عادلة ولا يمكن ان نتهاون او نتخلى عنها مهما كان ولكننا نرى ان هناك مخرجات الحوار الوطني والمبادلة الخارجية وقرار 23-16 مهما كانت هناك من قصور ومن تنازلات لا بد ان تكون في اي تسوية سياسية او عمل ولكننا نجحنا ببراز القضية الجنوبية فيها باعتراف محلية وهو المخرجات الحوار الوطني واعتراف اقليمي المبادلة الخارجية وقرار 23-16 الاعتراف من المجتمع الدولي معركة شبوة اولا نحيي النخبة الشبوانية على عقلانية بعض منها في عدم الدخول في هذه الحرب وصراحة لا نجحد ما عملت النخبة الشبوانية في المديريات من بسط الامن ولكن حرف مسارها وللأسف دخلت في عمل التدخل فيها المجلس الانتقالي في كثير من الانشاء وجعل هناك احتقان عسكري وغتال بين الأخوة بين الأخ وأخي هنا أكلمك كان أمس بنصاب مديرية نصاب أخو من أم وأب في الجشرية وأخ الآخر في النخبة الشبوانية ولكن العقل حضر شجاعة العقل عندما تحضر تكون هناك تجاوزات كثير من المخاطر وهي ما حضرت في شبوة وأنا أقول وأجدد ليس هناك انتصار بل هناك رد اعتبار القضية الجنوبية ونصر لشبوة أولا ونصر للجمهورية وكذلك للجنوب بشكل عام في تحديدها المعركة هي بدأت في البداية كان المؤخم محافظ ونحن كنا متصلين ليل ونهار مع الأخوة هنا في الرياض وكذلك هناك في الأخوة كانت أيام عصيبة صراحة لدينا ومن أصعب الأيام التي مرينا بها وخفنا خوف في القتال الداخلي المشاريع قرض القوة ما تجي وأيضا ما تقبل نحن جربنا الجبهة القومية شردت الأهالي وشردت الأسر جربنا أيضا الوحدة كانت بالقوة رفضناها ورفضها المجتمع اليمني وآمن بها فكيف تأتي بمشروع بالقوة إذا كان هناك معك مشروع سياسي طبق في عدن وأمم بأي إيمان كانت حتى بما فيها حق تقرير المصير أو لكن يكون سلميا ليس بالقوة وهم يعرفون عمق شبه التاريخي وحضارتها وقامت فيها ممالك كبيرة حضر موت كانت عاصمتها كتبان كذلك أن بدقت منها أوسان أنفردت بها أمتد حكم السبا وأيضا حمر كيف وموقع الجغرافي في وسط اليمن وقبائلها عريقة وهناك ثروة وبما أن هناك ثروة هناك مصالح دولية في المحافظة فكيف أنت تخاطر بنفسك وتنتحر بقضية أنت تدعي أنها عادلة ونحن نقول عادلة وسنحامي على القضية الجنوبية ليس المجلس الانتقالي هو الحامل وحيد على القضية الجنوبية كلنا حامل على القضية الجنوبية المجلس الانتقالي للأسف كان أحد أسباب من عرقل وحرف مسارنا على القضية الجنوبية نحن نقولها بالصوت العالي ومن هنا نحن مع الدولة الاتحادية وغير الدولة الاتحادية سنطالب بدولتنا الجنوبية إذا لم تقم الدولة الاتحادية فإننا سنطالب بالدولة الجنوبية هذا كلامنا المعركة بدت كان المحافظ متساهل ومرن معهم وكل القوات العسكرية التي متواجدة في المحافظة كان هناك عقلانية بشكل متصور حتى أن المحافظ كان يواصل هنا الأخوة وقلنا في الساعة الواحدة والنصف هنا في شمال الرياضة نتكلف في هذا الموضوع أنه لن يسمح بقتال أبناء شبوة ولكن تعمدوا بعمد ونحن نعرف أن القرار ليس بيدهم أن هناك لازم أن يكون وظنوا منهم أنهم سيعملوا سيناريو عدن ولكن هناك اختلاف كثير جدا في شبوة ليس هناك حاضنة بما تعني الكلمة وليس هناك قبول بإعادة سيناريو ما بعد 67 وسبعينات وكذلك الثمانينات فبدأ إطلاق النار وبدأوا يتقدمون بعدها خرج الجيش الوطني والأمن والأبناء شبوة بشكل عام أو بشكل في الأقلب العام وتصدوا لهذا وأخرجوهم من بعض ظلوا على مكانهم وآحاتهم بالرغم أن هناك نداءة من التحالف العربي في مقدمة من الملكة العربة السعودية أن يتوقف هذا الزحف وأن يكونوا ويعدوا إلى جدة الحق والصواب لكنهم أصروا إصرار وكأن الأمور بيدهم وخرجوا من مسارتها واستمروا في الحجم نعم واستمروا ودعوا بالرغم أن سقوط كثير من المواقع وفشلهم في الزحف الأول فتبدد أحلامهم داخل عتق وبدأت المواقع تتساقط خارجا فبدأت عتق تتصفى من دشارح درهم بأيضا مجلس الانتقالي مقرة وكذلك الأمن السياسي ومؤمن المالية وكذلك مع عسكر ثمد ومع عسكر مرة والثقنة العسكرية الموجودة في الكهرباء وكذلك مفرق مصينعة بعد ذلك تحول الانتصار إلى تبة الإرسال وكذلك النزول إلى خمر بعدها تتواصل إلى مفرق السعيد وكان هناك تسليم وعقلانية وشجاعة العقل أقولها أن الرأي قبل شجاعة الشجعان مثل ما قالت العرب كتال الأخوة ليس في صالحنا إذا كان القضية الجنوبية ستأتي بنهر من الدماء ونتقاتل فيما بيننا أنا أقولها صراحة ليس هناك كتال في عدن صار إلا وفي شبوة كذلك وإن تدخل الجيش الوطني كتال جنوبي جنوبي هل الميسري شمالي وهل كان يؤمن؟ هذه النقطة مهمة، هذه النقطة في غاية الأهمية التي ترد عليها الآن في خطاباتهم وفي إعلامهم يقولون أننا نواجه قوات قادمة من الشمال هناك إرادة شعبية لا أحد ينكرها في شبوة رافضة لمشروع الانتقال الفارغ بالقوة وصراحة أقولها أن هناك امتعاض شديد من قبل محافظة شبوة وشعبها الأصيل أما حدث في عدن من اقتحام للبيوت والمؤسسات الدولة وعملية النهب والسلب واللا دولة في محافظة عدن أو في العاصمة عدن كان هناك انطباع رفض لأي من هذه المشاريع التي تنبع عن مستقبل مظلم في مستقبل الأيام الانتقال نحن ندعو الانتقال أن يعود إلى جادة الصواب ويؤمم بالفكر السلمي حتى وإن كان يؤمم بأي فكر بما فيها فك الارتباط ونحن لدينا مشروع مؤمنين به وهو الدولة الاتحادية وإن لم يتحقق فسنرجع كلنا جميعا لكن أن تنصب نفسك بمشاريع وأيضا بشعارات وللأسف هذه أألمتنا وجعلت مننا مرارة الدواعش والإرهاب هذه الشعارات المستالكة التي أطلقها الحوثي وأسقط الجمهورية لم تعد هذه ملهاء ومدعال السخرية من قبل أبناء الشعب أن تكون هذه الشعارات لإسقاط الحكومة الشرعية وبعدين هل كان هناك فكر للانتقالي عند إسقاط مؤسسات الدولة أن هذه الشرعية هناك تحالف عربي قد نعذر الحوثي نوعا ما لأنه لم يكن هناك تحالف عربي بس هل فكر الانتقالي بدخوله في هذه المغامرة وهو يعرف أن هناك قرار 22-16 وتحالف عربي وتدخل بقرار من قانون الدولي ويتحدث أنه الشريك للتحالف والمشارك متى كان هذا؟ ومن يصدق هذا؟ وكيف يعقل أن يصدق نفسي هذه الكذبات؟ وما ندعوه وما نعمله أن يكون هناك استجباب أمن وأن تعود السكينة العامة في محافظة شبوة وعموم محافظة الجنوب وكذلك استعادة الدولة رئيس الجمهورية يدفع في هذا الاتجاه طبعا وكان على رأسها اليوم إعلان دعم المحافظة بتقريبا خمسة مليار للمشاريع القدمية وكان رئيس الحكومة أيضا موجود في شبوة ومتواجد حتى اللحظة هناك لاستكمال هذه المشاريع وبالمناسبة كانت عجلة التنمية قد بدأت في شبوة إذن بيان المحافظ ربما مثل هذه النقطة المحافظ صراحة من وقت ما أجال المحافظة كان شجاع في قراراته وكان مبدئا للاستعداد أن ينطلق بانطلاقه نحو التنمية لشبوة وقد حقق بعض المشاريع وحدد مساراتها وقسم وعلن عن ميزانيتها وعما هو الصندوق أو العائد النفطي لمحافظة شبوة لكن ما يعجب البعض نحن مشكلتنا صراحة مهما كان هناك نحن مشكلتنا أنه هناك مشاريع إقصائية بقدر ما نحن خايفين شمال الشمال بإقصائية تصل هناك إقصائية أخرى من جنوب الجنوب وللأسف أننا نقول هذا الكلام أو نتكلم بإسم المناطقية أو بإسم القبلية ولكن هي حقيقة وواقع عشناه لا بد أن نقوله المحافظ كان ذكي في كثير من ميجالته وكان يختار الحل الأسهل والأصوب للمحافظة ولأبناء المحافظة وصوى ما صار في كثير من خصوصيات المرحلة ولكن هناك نشوة النصر أو نشوة البوشة التي حتحققت في عدن وهي لم تكن هناك بمعنى الكلمة أن هناك هذا أنهم سيعيدوا وسينجحون في أبين وكذلك محافظة شبوة ولكن تبدد ذا الحلم ونحن ندعوهم مرة أخرى إلى هذا أشرت ويفشير الجميع على أن هؤلاء الذين انضوض تحت هذا المسمى المجلس الانتقالي والمدعوم أيضا معروف من قبل الإمارات هم من أبناء المحافظات الجنوبية بلا شك يعني لأسباب كثيرة يمكن أن ينضم الإنسان ضمن هذه المجموعات رغم أنهم يعرفون جيدا أنها لا تتبع التراتب المعترف بها لقيادة العليا للجيش اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والداخلية للحاجة للتغرير للكذب والتدليس الذي يمارس في حقهم من أهمها كما أشرت أنهم يقاتلون الدواعش والإرهاب هذه يستخدموها في داخل عدن ويستخدموها في شبوى وانت ذكرت أنها آلمة الكثير من الأحرار اليوم يحاولون أيضا أن يصوروا أن الحكومة كلها والشرعية يعني هي إرهاب ويلفقون الفيديوهات ومن تابع مواقع التواصل الاجتماعي وجد هذه عمليات التلفيق ووضع الأعلام والمنتجة التي هي معروفة أو استقدام فيديوهات من أماكن أخرى وتوهيم النات كيف يمكن الرد على أو إقناع حتى هؤلاء بأن يحكموا عقلهم ومنطقهم في فهم الأمور؟ أنا أعتقد أن الرد أو الإقناع هو جاءهم من شبوى عندما رفضت مشروعهم أنه أكبر رد كان بالفعل أنكم غير مرغوبين ومشروعكم مرفوض أن تسيطروا بالقوة على أي شبر من شبوى لو لم يكن هناك إرادة شعبية من شبوى لم تحقق هذا لن نقول انتصار لازلنا نقول رد الاعتبار لهم ولنا في إعادة المسار وعودته إلى جاتة الحق والصواب هذا جانب الجانب الآخر نحن عندما يؤلمنا الحدث صراحة وكانت هذه الأيام بالنسبة لنا أيام ما غير ما نقدر أن نحدد ما هي الألم الذي صار بنا أن الأخ يقتل أخاه ولكن كانت هناك الحكمة حاضرة برغم أن الضرب والإطلاق ولكن كانت الخصائر محدودة نوعا ما يعني لم ترفع الألقام في القتلى والجرحى هناك طبعا حدثت مراجعات لبعض القادة والأفراد الذين كانوا موجودين في شبوى أو حتى الآن في أبيان هناك ألوية رفضت بعدما رأت الأحداث تسير بهذا الاتجاه سلمت للشرعية وأعلنت ولا أهالي رئيس الجمهورية والشرعية وهذا ما حدث في أبيان من ناحية أخرى هناك عتب عليهم كان من المفترض أن يكون هذا الموقف مبكرا وليس بعد أن يتحقق الانتصار ومن ناحية أخرى هناك إشادة أيضا أنه عادوا لتحكيم الحق ما تعليقكم؟ نحن أولا نبارك ونرحبهم في كل الأحوال مهما أن جاء متأخرا أو ما جاء مقدما ولكن تعرف الكل خايف مما يقول إليه الأمر لأن حدث عدن كان مؤلم لنا من نسبة كان هناك نهب صراحة وكان هناك خوف وكان هناك شرود حكومة كاملة أن تسقط حكومة شرعية جاء التحارف العربي ليعيدها وأن تخرجها أنت من عباءة هذه تخرج هذه الدولة كانت هناك مقامرة وأنا لا أفهم إلى الآن لا أفهم من أوعز إليهم أو كيف بكروا في هذا القرار الحرب وأنا شخصيا تكلمت معهم وقلت هذا انتحار لكم إذا دخلتوا في هذا المجال سيكون انتحار للقضية أو للمجلس الانتقالي أما القضية الجنوبية ستكون محمية في رجالها في رجالها وفي مقدمتها الرئيس عبد الرب منصور هذه أنا أشير إلى ما قلت إليه أن تستوعب وما أمر به الرئيس الجمهورية حسب كلام رئيس الوزراء وكذلك الأخ المحافظ أن تكون النقب الشبواني جزء رئيسي من المكون العسكري أو من الوحدات العسكرية الموجودة داخل المحافظة وأن تدرب وأن تعاد تثقيفها وتعليمها وأن تكون لا تؤمن بالفكر السياسي لأن مشكلتنا في اليمن أنها تعسكرت السياسة تعسكرت وهي مشكلتنا الآن في كل شيء وصلنا إليه أن عسكرة السياسة هي ما أوصلتنا إليه فنحن نتمنى أن يكون هناك النقبة أن تعيد لأنها كانت لها نجاحات كبيرة ولكن أقحموها بهذا العمل المتهور وللأسف ولو كانت هناك نجاحات لكن يبدو أن الخطأ الأساسي أن تتشكل أي مجاميع مسلحة في أي بلد من البلدان خارج رحم المؤسسة العسكرية هنا يكون الخطأ من البداية بالتأكيد هذا الكلام ونحن دعينا من قبل لهذا الكلام ولكن كان هناك تماهي ولا نخفي أن هناك إخفاق من الحكومة في عدم إيجاد عناصر كفوا للقيادة وكذلك إلمام وتحريك تصويب أو تصويب العلاقة مع التحالف أن يكون هناك جيش وطني غير قبلي غير مناطقي عبارة يقول أن يكون هناك متكافية وأن تكون كل محافظة في أمنها تحكم نفسها وتوزع على المديريات كانت هناك خطأ ولكن بقدر ما نحن نحمل هذا الطرف لا بد أن الحكومة الشرعية أن يكون لها الطرف لأنها هي المسؤولة الأول نحن عندما يخطئ الآخر أو يخطئ الآخرين سيكون اتجاهنا للحكومة الشرعية لأنها هي المسؤولة وولية أمرنا ونحن هنا أعرفها هي في كل الأحوال مهما كان هناك أخطاء ومهما كان هناك عتب ولكن العودة حميدة ورب ضارة نافعة في إيجاد حلول أولا سياسية خدماتية عسكرية على المستوى الأمني خطط أمنية في المحافظات وفي قرفة عمليات مشتركة على مستوى المحافظات المحررة أن يكون هناك تصويب في علاقات كثيرة هناك إخباقات لا بد أن نقولها ويجب على الشرعية أن تعتربها وأن تعيد التقييم بإعازة كذلك أو بإشراف مع التعالف العربي لأننا نحن في عمليات عسكرية موحدة لازلنا إلى الآن في هذه الحرب ضد الميليشيات الخارجة عن القانون أو التي انقلبت على السلطة ومعها حكومة داخل العاصمة الصنعة وهي العدو التي تسبب في كل هذه الأخطاء وهذه الترقمات وهذه التمردات التي موجودة من هنا أو هناك في نقطة مهمة ذكرها المجلس الانتقالي في بيانه الأخير بعد هذه الأحداث والبعض وأصفها بأنها خطيرة وتناولها المحللون السياسيون باعتبارات عدة ومن زوايا مختلفة عندما يقول أنه لم يعد مقبولا أن يكون مقاتلون يقاتلون الحوثي في المحافظات الشمالية بعد ما حدث في شبوة كيف تفهم هذا؟ أنا لا كنت أرد أن أعتقد الأشخاص هناك تهور وعدم رجاحة عقل في قيادة مكون سياسي أو لن نقول أنهم رجال دولة ما فيه على الإطلاق ولو كان هناك عقل لما تعرضوا لرجالات الحكومة الدولة الجنوبيين موجودين داخل عدن ولما أطلوا عمل الحكومة ولما عملوا تلك القوات الخارجة عن الإرادة ولما عملوا أسقاط الدولة للحكومة ولما عملوا تلك الإجتعار لمحافظة أبيان وشبوة كان هناك تهور صراحة أنا حقيقة وما كنت أود ولا أحب أن تقدر للشخاص هناك تطرف من بعض أعضاء المجلس الانتقالي في مقدمتهم هاني بومبريك وهناك تضمر وعلاقة الشخصية مع بعض أعضاء المجلس الانتقالي أنهم غير راضين عليه وغير موافقين على قراراته التي يتخذها وتكون انفرادية منه شخصيا وهي ما سببت هذا التهور أو طريقة الانتحار الذي وصلها ولكن نحن نقول لكن لا يمكن تبرير مثلا بقيات الأعضاء من ضمنهم الرئيس المكون نفسه يعني مش معقول رئيس المكون يكون يديره واحد أنا تكلمت عنك أنه غياب هناك لرجالات الدولة في المجلس الانتقالي بشكل عام ولكن وإن وجدت الإدارة أو العسكريين ولكن كسياسة وكمنظور مرجعية سياسية لا توجد إطلاقا وإن وجدت فما لها كلمة في قرار المجلس الانتقالي بالنسبة للمقاتلين في الحدود في الحد الجنوبي مع المملكة العربي السعودية في الشمال هي قوات منفردة تتعلق بالتحالف مباشرة ونتمنى أن يكون هناك مثل ما حدث اليوم مع النقبة الشبوانية تكون بالدولة لا علاقة للمجلس الانتقالي بها ولا هي بمصفوفة ولن يكون يوما مرتب ولن يكون مرتب وإنما هي نعني هروب أن لا يعنين الهزيمة وأن يهدد التحالف هو قلت لك هذه طريقة هو ينفذ أجندة أجندة وكذلك غباء حتى إن كان أجندة ولكن الذكاء لا يوجد محدودية كيف يشكل إنقلاب داخل عدن وسيطل على موسيسات الدولة وما عنده البديل وما عنده جهة أشرافية أتتوا توجيهات بهذا الشكل إذا أتتوا توجيهات فيتحمل عواقبه وهزم ويجب أن يراجع نفسه يأما أن يكون مكون سياسي ويدخل مع المكونات الأخرى ويتدخل الأجنحة العسكرية الموجودة إليها خالية وأنا أقولها بصراعة كد يكون هناك بعض القادة تابعين له ولكن الأغلب العام هم تبع الوطن والتعارف العربي شكرا شيخ محمد عريق العولقي سنخرج إلى فاصل قصير نعود ونكمل حوارنا معك عن حديثنا عن الشرعية وإخمادها للتمرد في شبوة والأنظار باتجاه محافظة عدن مرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير أدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في السوديو الشيخ محمد عريق العولقي أحد وجهاء محافظة شبوة وأيضا ناشط سياسي أهلا وسهلا شيخ محمد البيانات التي توالت وتتالت بعد الأحداث سواء دعوة التحالف إلى وقت إطلاق النار وإلى أيضا التعامل مع الأحداث بالحوار والاستجابة لدعوته الأولى منذ سقوط أو إسقاط المتمردين لعدن وانقلابهم على الشرعية هناك إلى ترحيب الحكومة إلى بيان ما أسميت لك المجلس الانتقالي إلى بيان وزارة الدفاع ما الذي تقرأه في ثنايا هذه البيانات نحن نتمنى أن تكون هناك مثل ما قلت قبل قليل شجاعة العقل وشجاعة العقل هي أولوياتها القعود على طاولة الحوار والاعتراف بالخطأ والتناول في القضايا وإصلاح المسارات التي أنحرفت هنا أو هناك سواء من هنا أو هناك وما هي مطلباتك وما هي الحقوق وما هو عليك من الواجبات أن تقوم بها هذا الذي نرى البيانات كانت للحكومة طيبة وعقلانية ولديها مرونة وفي نفس الوقت لديها حدة أن هناك خط أحمر لأي تمرد قادم من الشرق أو من الغرب أو بأي دعم خارجي أنا لأول مرة أتكلم وهناك وزارة خارجية ووزارة الدفاع ووزارة داخلية تتكلم في هذا الموضوع ورئيسة جمهورية الإمارات العربية المتحدة مهما اختلفنا معها تظل كانت مشاركة شاركت في التحالف العربي بمشاركة فاعلة وكانت لها بعض المناطق حضرتها هي ولكن نقول لها ولغيرها من يدعم أي مكونات أن مصلحتها مع الدولة لا مع المكونات ولا مع العصابات وما تريده أو ما تبتقيه من مصالح مشتركة هنا أو هناك فالدولة تستطيع أن تبني تلك العلاقات المتينة مع الإمارات أو مع غيرها هذا ملخص ما تفضلت به أن هناك إعاز لبعض المكونات ولكن لا بد أن نرجع إلى الانقلاب الأول أو التمرد الأول وهو انقلاب بكل المعاني الذي موجود في صنعاء والذي أتى التحالف العربي من أجله يجب أن تتحرر صنعاء أقولها حقيقة الوضع لا يحتمل ولن نستطيع أن نصبر في مسارات خمس سنوات إلى الآن ونحن في مسارات لم نحرر أي منطقة ودخلت هذه التكتلات هي بسبب عدم تحرير صنعاء صحيح بس لم نستطع أن نحرر أي منطقة ربما هناك مناطق تحررات يعني هم الآن يتحججون طبعا في هذه النقطة وهي نقطة يجب أن تقرأ وتدرس بكل وضوح يقولون لم تحرروا شيئا في معركتكم مع ميليشيات الحوثي كيف لم تتحرر شيء ويعني الجيش الوطني على بعد 20 كيلومتر من العاصمة صنعاء والقوات الموجودة في صعدة قد توغلت أكثر من 30 كيلومتر في عمق صعدة وربما قريبة إلى عاصمة المحافظة ويفصلها عشرات الكيلومترات فقط كذلك في ميدي وفي حجة وكذلك في تعز وفي البيضاء وفي غيرها يعني هناك عوامل أخرى أوقفت أو عرقلت استكمال التحرير هذه نقطة يجب أن تناقش كما أشرت بشكل أنا أوضحت لك ولد تترس أقلام لك لم أكن أتايم هنا أو هناك أنا أقول أن هناك هو الكبرى لخلف الخط طيب ليس هناك أنا صلاحة أقول لك هناك إغفاقات في الشرعية السياس الخارجية لم تكن بقوة فاعلية أن تقنع الدول العظمى بأن هذه المساءلات ستتولد إرهابات وستتولد انقصامات وتجزئات وأن لا دولة سيتعبنا جميعا سيتعب المنطقة وهناك ممر دولي يمر في بلادنا أو على حدود بلادنا كبير وإذا استمرت هذا النهج أعتقد أنه سيكون هناك مآلات له ومآلات خطيرة كبيرة نحن نعرف أن هناك كان قابغ غوشين أو أدنى من تحرير الحديدة ولكن هناك تدخل دولي أعق ذلك العمل إذا كان هذا التدخل هو الذي أعق يعني الحديدة يعني دعوات جريفة والموافقة دائما على وقف إطلاق النار والدخول في مشاورات ومفاوضات أكلت أكبر قدر ممكن من الأيام التي يمكن إجمالها في أربع سنوات أربع سنوات أيام كثيرة منها ذهبت في التهديئة ويترك الفرصة للحوار مع هذه الميليشيات ولو تعاملت الشرعية كما تفضلت بجد وحزم وعدم السماح لهذه الدعوات بأن تمر وهذا حقها لكان الأمر قد اختلف من دل سنوات طيب اسمح لي شيخ محمد عريق العولق معي مستشار أو وكيل محافظة شبوة مستشار محافظة شبوة الشيخ نعم جاهز معي إذن أصبح معنا جاهزا الشيخ محسن الحاج مستشار محافظة شبوة الشيخ محسن أهلا وسهلا بك مرحبا بكم أنا محسن الحاج بدون شيخ أهلا وسهلا أستاذ محسن نتحدث عن إخماد شبوة ورجالها والشرعية بشكل عام للتمرد الذي حدث هناك والآن المعارك أو الإخماد التمرد يمتد نحو أبيان وهناك تعقل لدى البعض ومراجعة للحساب وأيضا هناك والأنظار اليوم تتوجه نحو عدن على الأقل هكذا يرى البعض عودة الأمور إلى ما كانت عليها رغب أن الشارع والشعب يريد أن لا تبقى مثل هذه النتوءات حتى لا تتكرر هذه العمليات ما الذي يمكن إجماله الاستفادة من هذه الأحداث وعلاج الإشكالية في عدن أصدتم أنتم والمشاعدين وعظيم ما في شك أن الجماعات التي حينما تمتلك استلاح خارج إطار القانون فأنها تعطل عمل الدولة وتعطل قانون الدولة وتعطل مفارح الناس في هذه الدولة وما حصل في شبوة هو 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 عبارة عن هو عبارة عن نجوة حصلت من 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 المجلس الانتقالي حينما خيطر على مستعدا ثم في أبيان ثم نقلت تجربة إلى شبوة وحاولت حاولت حاولت السلطة المحلية يعني تهجئة الوضع لكن لكنها كانت تجربة إلى نحو نحو الانتجار وانتجرت إلى الأوضاع حسما سمعتم وشاهدتم وقد طهر شبوة اليوم من كل هذه الميليشيات التي كانت استحتلها واليوم يعني سبر سبر شبوة تحت تيطرة الجيش الوطني بنسبة 100% ولم يتبقى أي منطقة أو مجلية خارجة ضار الدولة وطبعا يجب على الشرعية ومدعومة من التحالف العربي أن تقف وتحاتب وتكون ضد كل جماعة أو مجلوعة تريد أن تطوض سلطة الدولة الشرعية التحالف العربي جاء إلى اليمن تحت بطلب من الأخر رئيس عبد الربا النصر هادي ويرفع هدف كبير وهو إعادة شرعية إلى اليمن فلا فرق هناك بين من يحتل مؤسسات الدولة مثل ما فعل الحوثي في صنعة أو مثل ما فعل الانتقال في عدن وفي المناطق الجنوبية المشروع واحد وإن اختلفت أسمع فواجب الشرعية واجب الدولة الشرعية أن تتحرك في هذا الجانب وأن تعطي توجيهاتها الرئيس عبد الربا النصر أن يعطي توجيهاتها للججيش الوطني في كل المحافظات في أبيان في عدن في لاحج في كل المحافظات التي شررت من الحوثيين والاستعادة الدولة نحن أمام مشروع مشروع انقلابي سواء في صنعة أو في حدن المشروع يعطي نفس النتيجة وهو مشروع انقلابي نعم شيخ محسن فيما يتعلق بالدعوات التي أطلقتها سواء وزارة الدفاع اليمنية أو رئيس الجمهورية إما بتوفير الخدمات لأبناء محافظة شبوى والمشاريع ووضع ميزانيا لذلك وإما أيضا باستيعاب الأفراد والعناصر التي كانت قد غرر بها ضمن منظومة الجيش الوطني والجيش اليمني ما تعليقك يعني إلى أين ما تعليقك على هذه الدعوات طبعا رئيس الوزراء يتواجد حاليا في محافظة شبوى وقد نزل بناء على الأحداث التي حصلت في المحافظة من تمرد ومحاولة انقلاب على الدولة وبدأ الجيش يطهر المحافظة وبناء على هذا نزل رئيس الوزراء وطلع على سير الأحداث التي جرت في المحافظة وطلع على الأضرار التي لحقت بالخدمات في المحافظة ووعد بإعادة بإعادة وعد بمساندة السلطة المحلية في إعادة هذه الخدمات إلى الناس هناك خدمات مستعجلة يريدها الناس وقد وجه رئيس الوزراء ببعض التوجهات وتنفيذ المشاريع المستعجلة والضرورية هذا فيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء إلى الشبو فيما يتعلق بإخواننا وأبناءنا من المجندين في النقضة ما في شك أن أخواننا وأبناءنا في المجندين هؤلاء لم يكن هدفهم أو أنهم يسعوا لإفقاض الدولة لا لكنهم اضطروا أن ينضموا إلى هذه تشكيلات العسكرية نتيجة الظروف التي تمر بها البلد الناس في ضائغة بسبب الحرب بسبب الضائغة التي تمر بالبلد بشكل عام فانضموا إلى هذه التشكيلات العسكرية حينما دعت الإمارات إلى تشكيل هذه الوحدات العسكرية حار إدار الدولة فانضموا كثيرا من الشباب من أي أن يرحب عن لقمة عيش وأن يؤمن عيشا كريما لم يكن هدفه إثقار الدولة ولم يكن هدفه أن يقوض الدولة ولم يكن عدو الدولة ولم تكن الدولة عدو الله لا بالعكس هم يحبوا الدولة الناس تريد الدولة الناس تريد القانون الناس تريد ومع هذا وما حصل اليوم وقبله من سيطرة للجيش الوطني على المحافظة الأخ المحافظة ادعى الأخوة إلى البقاء في أماكنهم وفي مواقعهم ووعد بضمهم إلى الجيش الوطني طبعا هذا بناء على توجيهات الأخ الرئيس واستعاب هؤلاء الشباب الذين يبحثون عن لغبة العيش اليوم بحسب توجيهات الأخ الرئيس ودعوة الأخ المحافظ لهؤلاء الشباب يعودون إلى أعمالهم تحت تحت قانون الدولة في إطار قانون الدولة تحت مزارة الدفاع ويقبوا بأعمالهم المعتادة وهم مفتد يطار الدولة الأساذ محسن الحاج مستشار محافظ محافظة شبوة كنت معنا من شبوة كل شكر لك ضيفنا العزيز من عتا أعود إلى الشيخ محمد عريق العولقي إذن تتوقف الأمور هنا توقعاتك وستستكمل بالحوار أم كيف تقرأ المشاهد لا تبنى ذلك فرق بين التمني والقراءة القراءة البيان مزعج صراحة البيان الانتقالي ما كان حتى للتحالف أنه انحرف كثيرا من مجال ويعبر عن هزيمة المشروع الذي كان يفكر به أنه سيبسط بالقوة على الجنوب وهو هذا الجنوب وهو هذا الشمال نوع فتاتا في هذا المشروع حقه هو أنه مفكر بإجندات خارجية ويتعامل مع التحالف بندية وهو ليس نت إذا كانت هناك ندية فهي للحكومة الشرعية فقط هو من ضم مقونات شاء أمن شاء منهم وأبا من أبا يجب أن يدخل تحت عباءة الدولة اليمنية إذا كان يريد ويؤمن بمشروعه إذا كان سلمي يؤمن به مهما كان أي مشاريع يتعامل ولو كان فيه سياسة أو ذكاء دخل في الحكومة وعملوا أجندة ورتب أنفسه تأخذ ولكن ليس رجال دولة نقولها ليس رجال دولة وإحنا مؤمنين بهذا الكلام من معاناة عليناها معهم ونعرفهم شخصيا دعني نختم في الدقائق المتبقية بحججهم أن جنودنا يقاتلون في يعني الحديدة ويقاتلون في صعدة ويقاتلون هل هؤلاء جنودهم يعني نحن نعرف أنهم لا علاقة لهم في المقاومة منذ نشأتها وربما لا صلة لهم حتى بتلك التشكيلات ورفضتهم وتلك التشكيلات هي من التحالف العربي مباشرة وإن كان ذلك هما قالوا مع المشروع العربي وأنهم مشاركين في التحالف العربي فلما يأذف فنحن التحالف هنا قتلوا قتلى من التحالف العربي بشكل عام من السودان ومن كذلك الدول السعودية والإمارات والبحرين ما أحد من على أحد هذا مشروع عربي نحن نقاتل ونحن أمامنا عدو ليس بسيط وإن كان بآلة بسيطة أو بأدوات ضعيفة ليست لا سياسة ولكنه يحلم بحلم كبير والميليشيات الحودية التي استمدت خلفيتها وقوتها من مشروع فارسي فإذا تهاولنا فيه فاليوم الخطر يهدد كل الأمة في مقدمة الجزيرة العربية لا يهدد اليمن أصيب بالداء فوقت العلاج قد اددها زمنه لكن الذي هو صحيح يحاول أن يكون هناك له وقاية ونحن نتمنى وقايته هو في تقوية الشرعية وتقوية حكومتها وأدعو الشرعية أن تكون هناك العمل الصحيح والصادق خلال الخدمات ونطلب أن هناك تقوم قرارات جمهورية في جامعة شبوى التي إلى الآن لم يصد العمل مطار دولي لشبوى لثلاثة أربعة هو في وسط الجمهورية وموقعها موقع استراتيجي وهناك شركات نقطية وأن يسمى مطار أوسان وهناك أيضا مشاريع الكهرباء المركزية الغازية نحن نطالب الآن بمشاريع شبوى هي بحاجة إلى مشاريع جميل كما أن تبسط الأمن وخروج إلى ابناء شبوى يبقون وتعود الوحدات الأسكرية خصوصا للجيش إلى تقوناتها هذا ما نطالب أختم مع ضيفي وقد انتظرناه من بداية الحلقة مدير أمن محافظة أبيان العميد علي أذيب أبو مشعل كازمي سعادة العميد أهلا وسهلا بك سعادة العميد علي أذيب هل تسمعوني؟ نعم هو تأخرنا أيضا بأن يكوننا معنا بسبب التغطية وأيضا رداءات الاتصال على كل كنا قد رتبنا أن يكون معنا مع بداية الحلقة لكن لم يحالفنا حظ هذا اليوم لاستماع إلى مستجدات الأحداث في أبيان وأشكر ضيفي هنا الشيخ محمد عريك العولقي أحد وجهاء محافظة شبوى قد أشبع موضوعنا بحديثه وتفصيلات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا موصول لك اللي أعطيك العابية وحفظ الله شبوى والجنوب واليمن عموما شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام وصلنا إلى القتام نلقاكم بإذن الله في الحلقات القادمة ونصلت الضوء سويا على مستجدات الأحداث دمتم في أمان الله وإلى اللقاء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا فإن الله باشرم اشتركوا في القناة